في الحقيقة جماعة مصر بتبدأ مرحلة جديدة ومهمة جدا في تاريخ الوطن بعد أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية اللي بتشكل رمز للتطور والبناء اللي شهدته مصر في السنوات اللي فاتت اللي بتشكل أيضا رمز للمستقبل ورمز للجمهورية الجديدة بالتأكيد أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية للست سنوات القادمة بداية لمرحلة مهمة من عمر الوطن انطلاقة رسمية للجمهورية الجديدة اللي عملت القيادة السياسية على وضع ركائزها خلال السنوات الماضية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وده عشان تحقق طفرة تنموية في كل المجالات خلينا أقول لك برضو بسنت ان الخطاب السيد الرئيس أمام السادة النواب بالأمس بيعتبر خريطة طريق خريطة طريق لمواجهة كافة التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية السيد الرئيس تكلم عن كل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وأيضا المشروعات اللي ستقوم الدولة بتنفيذها الخطاب ده بيعبر عن رؤية السيد الرئيس خلال الفترة الرئاسية القادمة اللي ان شاء الله هتحقق تطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والنمو اللي حيوفر حياة كريمة لكل المصريين خطاب سيدة الرئيس تناول كل التحديات والتطلعات اللي بتعمل عليها الدولة المصرية وبيمثل في الحقيقة رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر ميثاق عمل كمان للمرحلة المقبلة واستكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة اهلا بكم في حلقة جديدة وخلونا نقول حقبة جديدة وجمهورية جديدة نصبح عليكم صباح الخير يا مصر